عاوز عيدك صحيح الله يوفقه منها من اشعالك على الهواء طبعا هي مجرد تفقيفي ان شاء الله يعلم شوف حقاك نعم طفل اللي يجيله اسهال كتير فيه وثلاث سنين فيه اسباب كبيرة للموضوع نعم اذا بدأنا بالاكثر شيوعا لان انا ما ينفعش ان انا ابدأ بحاجات يعني فيه امراض مناعية بتعمل اسهال نعم فيه امراض في القولون وفي الامعاء نعم ممكن انها تعمل اسهال واسهال مزمن نعم لكن انا مش مفروض ان انا ابص لدي في الاول اه انا اول حاجة ابص فيها الاسباب المايكروبية نعم الاسباب التلوثية نعم وممكن البني ادم يعالج او الطفل يعالج من الاسهال على مدى طويل بادوية مختلفة نعم وما يتحسنش بسبب انه مثلا ماء الشرب ما هواش جاي من مصادر نظيفة عايش في منطقة مثلا في منطقة نائية في منطقة في وسط القاهرة وبرضو الميا ما هيش نظيفة ماش مفيش مشكلة يعني لكن احنا مش هنلتف حوالي الحقائق لكن احنا لازم ننبه الناس خدوا من بالكم خدوا بالكم كويس جدا ولابد من غالي ماء الشرب او شرب المياه النقية بقدر الامكان وبنوجه كلام للمسؤول في الدولة يريد بقدر الامكان المياه المياه مسألة منطقة لها مياه نعم انه لازم المياه تبقى نظيفة عشان ده هيقلل من على كاهل الدولة من ميزانية الدولة انا لما معياش مش هلجأ لدواء مهد دواء احنا بنستورده واذا كان مصنع في مصر فاحنا بنستورد المادة الفعالة احنا في كل الاحوال بناخد من قطنة ومن اقتصادنا وبنقود من قدراتنا حول الانصار عاطل بقدر الانصار وعندنا الماء فانفهم الناس الحفاظ على الماء والحفاظ على الماء نقيا طي دي مسألة منطقة نستكمل الإجابة يا دكتور بس ناخد أم جانا معنا ايوة اتفضل يا مجانا سلام عليكم وعليكم سلام عليكم سلام عليكم اه لو سمحت اعزة اكلم من دكتور اتفضل يا فان اتفضل يا فانت وبطنتها يعني فطنتها يعني من الأسبوعين ف بيقولولي الكل يعني بيقولولي النه غالت يا شايف ايش من ما طلعتش هسنان مع مطلعتش هسنان طلعتش هسن لس اه مطلعتش ولا سنة لغاية دلوقتي لا مطلعتش هسنان خالص اه لا لا ولا واحد ولا واحد ها ورعت لدكتور أطفال وقالليك ان ده شيء عادي انا رحت تقالولي اعادها في الشمس كويس هل هي عندها اعراض كساح؟ لا هي بتمشي وكل حاجة طبيعية خالصة لا ما اللي عنده كساح يمشي برضو هل القدمين رجلين مقاوستين؟ لا مش مقاوسة كويس جدا كويس جدا الجمجمة مش كبيرة حجمها مش كبير هي عندها سنة ونص عندها هي عشرة كيلو وعشرة كيلو كويس جدا كويس عشرة كيلو بالنسبة لسنة ونص مش بطال ومحدش من الدكاترة اللي روحت لهم في وقت يعني قريب قال ان عندها امراض او مرض نقص كالسيوم فيتامين دي يعني حاجات زي كده مفيش طيب طيب شكرا ليك يا ام جل الطفل سنة ونص وما طلعوا له السنان لازم الاهل يستشيروا دكتور الاطفال نعم خرج بره المجال الطبيعي قلنا عليه اه يعني احنا كده لغاية دلوقتي مفيش مشاكل ان شاء الله اه في الاغلب اه في الاغلب مفيش اهم شاكل نعم خصوصا مدام قالت وهي زكية لما ذكرت ان الطفل بيمشي وانه وزنها كذا والحاجات دي كلها هي امور يعني متناسبة ومتناسقة الى حد كبير جدا يتبقى بس ان الدكتور الاطفال يشوف يقول ان خلاص احنا اوشكنا على اننا نطلع سنان نعم اي حدد ان خلاص الاستابيلها الطبيعي او لا بالزبط او نحتاجين مساعدة بالشكل الفلان نعم 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 طيب طيب قلنا يا دكتور كنا بنكلم على مسألة الاسهال ممكن يكون ناتج عام بعض مايكروبيات مثلا او بعض كانت مثلا في المية او في الاكل او في الادوات اللي الام احيانا بتستعملها لو بتأكل الطفل او بتديب مرورنا بساعدة غير كده ممكن يكون ايه تاني من اشهر الاسباب انه يكون الطفل عنده حساسية لسكر اللبن او البروتين اللبن لبن الام بس لا ما هو ده تلات سنين التفطة اللي كنت دخل معها تلات سنين اللبن الحيواني اللبن الجاموسي او البقري نعم وده بيحصل ثانويا ويحصل ابتدائيا ابتدائيا الطفل مولود كده نعم ويحصل في الاطفال الردة حديث الولادة في تلات سنين الطفل يجيل الاسهال والاسهال ده هو اللي يدمر الغشاء المخاطئ المبطن من الامعاء يقوم يخلي الطفل يبقى عنده اسهال مزمن ويخلي الطفل عنده حساسية تجاه السكر اللي موجود سكر اللبن اللي هو اللاكتوز يوم احنا في الحالة دي نمنع تماما الالبان ومتجاتنا عشان كده في بعض الناس يحصلوا انتفاخ مجرد من يشرب مثلا كوب اللبن ومتجاتنا وناس تانية عادي مفيش مشكلة السؤال تاني دكتور بيقول طفلي عنده سنة ونصف وبيرضع وبيسهل باستمرار وبياخد علاج وبرضو لسه تعبان اعتقل نفس الكلام طيب السؤال الاخر بيقول بنتي عمرها ستة اشهر وازنها ستة كيلو ارتفعت حرارتها الى ثمانية وثلاثين ونصف تتركز في الصدر والرأس والاطراف تتركز في الصدر والرأس والاطراف باردة الدكتور قال لنا عندها التهب جاب لها ثلاث ابر الابرة تضرب مرتين هل لازم اضربها وازلم اضربها ماذا سيحدث وماذا افعل لو توقفت يعني على علاج الليل والدكتور اضربها؟ تضرب الابرة يعني او تدي الحقنة للطفل يعني اه اه اولا طبعا الطبيب المعالج هو ادرى اذا كان الطفل محتاج ولا مش محتاج وان كنت لها تحفظ على ستة شهور والتهاب في الحلق عادة ستة شهور ما بيحصلش التهاب في الحلق نعم يعني بشكل او باخر يعني يعني نادرا ما يحصل حاجة زيك نقطة اهمة وهو جاهدة جدا يعني لازم قبل ما نقول تهاب في الحلق طفل عنده شهور لازم ناخد الكلام بحذر نعم رقم اتنين انه الطفل اللي عنده حرارة دايما الاطراف بتبقى ساعة وبيبقى اجزاء كتيرة من الجسم ملمسها مختلفة انا مليش دعب الملمس انا ليه دعب القياس نعم الطفلة اورتها سخنة صدرها سخنة بطنها سخنة والاطراف ساعة حضرتك لما استر حرارة كانت كام كانت ثمانية وتلاتين ده ملوش اي معنى انك هنا سائع وهنا سخن في الاخر انا بتعامل مع درجة حرارة بالقياس وليس بالجس نعم حرارة ثمانية وتلاتين هدي مخفض سبعة ونصة هدي مخفض تسعة وتلاتين هدي مخفض وكمدات كمدات مسألة مهمة في كل الاحوال نعم نعم مش معنى ان البطن تبقى سخنة ان الاتهاب موجود في البطن الدكتور اصله عند الرقبة كده حس انها سخنة قوي مش معناها انه عنده الاتهاب في الحال نعم خالص كلام ده كلام برضو عايزين نغيره الطفل عنده حرارة لسببين ايا كان هذا السبب نعم في الاخر حرارة موجودة في كل حتة في جسم البني ادم نعم كون ان الاطراف ساعة طبيعي لانه اهم المايسترو اوف داوركسترا هو المخ فالدم بيتسحب من الاطراف لان انا وانا عيان مش هستعمل اطرافي لأدايا رجلية ويروح للمخ لان المخ هو اللي في حالة هلع وعايز يدفع عن نفسه فانا بابعت له الدم عشان اقول له اتفضل اشتغل فده امر طبيعي في الكبير وهو سخن وفي الصغير وهو سخن طيب ابني عنده سنة نص اشكه في انه لا يسمع ولا ليه بعض الاتهابات كيف اتأكد انه اصم لازم يروح لدكتور ام في وزن يكشف وده مسألة في منتهى الاهمية والنهار ده تقدمت وتطورت وسائل الكشف عن الطفل اذا كان حديث الولادة اذا كان عنده ولا ما عندوش صمم بعد ما كان الاختبار الاول بيتم بعد ست شهور بقى بيتم في الاسابيع الاولى من العمر لمعرفة اذا كان الطفل بيسمع ولا لا وفي بعض المراكز في امريكا بتعمل هذا الاختبار والطفل في المستشفى بعد الولادة على طول يعني امر لا يهمل تماما لا يهمل سنة ونص وقت متأخر جدا ولازم نروح ونتأكد من مدى صحة اذا كان فيه ولا ما فيه صمم ابني يا دكتور عنده جفاف بالفم والجلد والشعر جفاف بالفم والجلد وعنده شعور بالعطش دائم ظهور الاعياء على العين او البكاء بدون دموع ارجوك يا دكتور انا مش عارفة اعمل ايه ايا ما قارتش عمره قد ايه لكن الموضوع في كل الاحوال لازم يستشار فيه دكتور الاطفال وهو اللي هيحدد تروح بعد كده لدكتور غضة صماء ولا هو هيبقى من صميم عمله ولا المسألة مسألة حاجة جلدية المسألة دي لازم يستشار فيها طبيب بالمشف بالفحص الفحص المدخل طبيب الاطفال هو اللي هيصمف بعد كده انهي تخصص انا هروح له هتوجه اليه والمسألة كان لازم نعرف بقالها قد ايه وعمر الطفل قد ايه والحاجات دي كلها وما ينفعش فيها استشارة دون فحص طبيب انا برضا دكتور ايه من خلال كلم حديثك عايز اقولي ان الدكتور الشاطر احيانا اللي بيحاول الناس بيبص ان الدكتور ده مش شاطر ان هو حولني اه لا 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 بالعكس ان هو شاطر ان هو قالك روح لفلان هو عرف ان دي تخرج عن حدود اختصاصه نعم وبعتها لمن هو اكفأ اكفأ في شغلته في التخصص ده اه اه فدي حاجة لا يعيب عليها الدكتور طب برضو بدام ان انها دكتور لسؤال حقيقة مهم جدا في مصر ازاي انا عندي مشكلة معين اعرف اروح لانهي دكتور الاوي يعني في ناس كده بعد ما بيروح يلاقي الدكتور مثلا ايه قطع الفيزيت احيانا بعض دكاتر عرفهم يعني يقول له اه يدي له ايه هشوات فيتاماناتو يقول له بس يروح كذا كذا لما يروح يكتشفل اللي راح له ده من له جعب القصة دي خالص في الاخر انت مش عندي الدكتور اللي قال خد الفيتامينات دي وروح للدكتور الفلاني احسن صنع برضو هو كان يجب ان يكمل الصورة يعني بان يوعيد احيانا قيمة الكشف لكن لما يبعث المريض لطبيب اخر يبقى هو هنا كان ناصح امين نعم هو قال انا ده مش شغلتي نعم لشغلة التخصص الفلاني فالعين استفاد او لا استفادش استفاد استفاد يوعيد قيمة الكشف او لا دي مسألة ترجع له هنا طيب هنقصد ازاي بقى ثقافة الشخص يبقى انا اروح فيني انا دلوقتي طفلي عنده مشكلة اصنف اني دكتور اللي اروح له يعني عشان اصيب الهدف من اقرب ايه علشان فيه نظام تأمين طبي في العالم كله نرجو ان احنا نخضع له في يوم من الايام بيبقى فيه حاجة اسمها الفاميلي دكتور طبيب العيلة اه او طبيب الاسرة طبيب الاسرة موجود عندنا في مصر برضو بس امر غير شائع نعم مش شائع كلناس ما تعرفوش نعم في افلام العربة عزمان بس اه ممكن كان زمان بيتسمى الحكيم بتطلق على كل الدكتورة نعم ويتسمى انه الممارس العام نعم والنهاردة فيه تخصص ممارس عام نعم فالتخصص الممارس العام هو اللي هتجب تسأل عنه ده هو بقى يديك مع الموضوع اه الموضوع ده انا هعمله وعلى فكرة برا الممارس العام يفضل هو الطبيب للبني ادم اللي بيجيله منذ ان يولد ومدام ما حصلش امور خرجت عن النطاق الطبيعي هو المعالج يفضل هو المعالج الى ان الى ما شاء الله اه اه كرام كرام فهو ده اللي بيقول بقى في الحالة ديت انه لا والله الموضوع الموضوع اللي انت جيله علشانه ده تحديدا محتاج التخصص الفلال وهو اللي بيريفير هو اللي يبعد بقى اه 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 حياة دكتور يعني احنا في عنا ينقصنا ثقافة كتير جدا اكتر من نقصنا للعلاج ثقافات اه ثقافات اه ثقافات يعني اه مين وليه واخد ايه وماخدش ايه واروح لمين ده هيوفر عنا كتير جدا انما ضلال الطريق من الاول ان انا اخطئ في من روحي الطبيب فلاني لا اجيب كمان ثقافتي اللي هي الراديكالية بقى ان انا اخدها من العيلة والجد والجد واحطاها قضا بالطبيب وعايز الطبيب ايه يديني اشارة صحة عليها ان انا العملته صح ده بيمسل حقيقة كوارس كبيرة جدا يعني دي حقيقة اه وحاجة اخيرة في كلمة او في جملة واحدة اتفاب هي انه في واجب على الطبيب انه لما يجي يقول المريض اي تعبير يخرج على نطاق المألوف العلمي الصحيح ويخضع اكتر للتراث والتقاليد اللي احيانا بتبقى مقبولة واحيانا بتبقى بالية وخاطئة لازم يصحح المعلومة ويبلغ الطبيب لانه سكوته على اساس انه يشتري دماغه بقى سكوته بيثبت المعلومة الخطيئة لدى المريض ودي مسئولية الطبيب نعم نعم الحاجة معاك هي بقولها بس تقولك تعمل شكرا ليجي دكتور مشاهديك كرام في هذه ده الفقرة الطبية انا بتوجه باسمكم بالشكر للدكتور اشرف مصطفى قاسم اخصائي طب الاطفال وحديثي الولادة شكرا كثير من ونورتنا ان شاء الله يعني يكون لنا معك صولات وجولات احنا ما قمناش ربع الاسئلة اللي كانت معاك ان شاء الله بإذن الله الله يخديك فكرة مشاهديك كرام ان شاء الله فاصل قصير ثم نعاود معكم الاتصال وفقرة اخرى باذن الله في صحة حوال شكرا 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 قناة الصحة والجمال لون جديد للحياة شكرا